بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم مني السلام واشركم بروقات وكل عام وانتم بخير إن شاء الله بحول الله وقوته اليوم غد نحط واحد صغر بانية لعلاج العين العين القوية العين الشريرة العين اللي تتصيب الإنسان بالخمول وتيكون إنسان غير قادر أنه يعمل في أي مجال لا عمل لا عمل في البيت لا عمل خارج البيت لا إنسان محطم ديما عنده مشاكل في الجسد ديما أنه تحس بعياء شديد ديما أنه تحس بأنه ليس قادر على شيء ما قادرش يدير حتى حاجة لأنه محطم بالعين العين اللي اخدت منه بزاف هو ما عاربش رسوء بأنه مصاب بالعين العين اللي دخلات وما قادراتش خرج ما عارفهاش واش هو مريد بالعين العين حق والسحر حق إذن العين حق والسحر حق العين إلى دخلات الجسد ديالك تتعطيك واحد طاقة الخمول ما تتقدرش تخدم لا خارج البيت ولا داخل البيت تتحس بأنك بغي غير تنام عندك أعراض ديال أنك بغي غير أنك تكون ناعس في الفراش فقط ولكن اليوم غادي نعطيكم واحد صيغة ربانية اللي غادي تديروها بإذن الله أول حاجة في الصباح عن الريق غادي ناخد واحد الكأس الماء غادي نتشافه بإذن الله غادي نتشافه بصورة الفلق صورة الفلق اللي محتاجين أننا ناخدها كورد يومي لباش نطردو العوارد تكون قديمة ولا تكون جديدة غادي إن شاء الله نسحبها وغادي نحس براسي بأنني قادر أنني نشتغل ونشتغل في البيت ونحس براسي ما بقيتش عندي خمول أول حاجة فيما ناخد كأس الماء فيما ناخد كأس الماء غادي نقرأ صورة الفلق صورة الفلق سبع مرات على الماء غادي نشربها على المعدة فارغة على الصباح ديما على الرق نبقى واحد عشر دقائق ولا خمستاشر دقيقة وغادي نتناول الفطور ديالي أو تاني قبل الغداء قبل الغداء قبل ما نتناول الغداء ديالي غادي إن شاء الله ناخد كأس بعشر دقائق أو خمستاشر دقيقة ناخد واحد الكأس ونقرأ عليه صورة الفلق نقرأ عليه صورة الفلق سبع مرات إذن قبل الصبح وقبل الغداء وقبل العشاء مهم كل من جي نتناول الأكل ديالي ثلاث مرات في اليوم غادي ناخد الكأس قبل موعد الأكل بخمستاشر دقيقة ونشرب هذك الماء قرأ سبعات المرات ونشرب هاد الصورة الكريمة رائعة في طرد العين حتى الحسد لأن إذا ضبطي عليها صورة الناس عادي تقدري طردي العين والحسد إذن العين والحسد منذكورين في القرآن الكريم ولكن إنسان يحتاط أنه يتصاب بالعين وما يعالجهاش لأن العلاج ديالي هو أحسن حاجة هو القرآن الكريم نحاول كل كأس مبين الأوقات للأكل غادي إن شاء الله نسبق الماء هو اللول ونقى 15 دقيقة عادة نتناول الغداء أو الفطور أو العشاء وإن شاء الله نداوم في كل صلاة نقرأها سبع مرات في كل صلاة غادي نتعالج بإذن الله من العين الحارة العين الحاقدة العين لتصيب الإنسان بالخمول وتتصيب الإنسان بالحياة دياله تتوقف له الحال إذن أحبابي ما بقى لي ما نقول لكم إلا الله يوفقكم لا أعجبكم الفيديو خلوا لي لايك دعموا القناة فعلوا الجرس تابنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته